عايزة بسة بسط المفهوم احنا لازم ندخل في موضوع كبير قوي وقصة كبيرة ورث وحاجات زي كده ولا الحاجات الصغيرة يعني الاخوات مع بعض الصغيرين مش لسه يعني لما يكبروا ويبقى عندهم زمن مالية ومفاصلة واحنا لسه في البيت ولا بصرف على العين الاتنين ولا التلاتة ولا الاربع يعني كل واحد وأولاده لما الولاد تاخد حاجة من بعض دول حرام عليهم ولا صغيرين وعادي وما كراش حاجة وهم اخوات في قلب بعض ما هم مش بيسرقوا زميلهم أحسنتي في أصل التنشئة ما هل الأولاد يحتاجون إلى القدوة وإحنا قدوتنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخيلي حضرة سيدنا النبي واحد من الصحابة يقول كنا مع رسول الله في سفر من الأصفار الحديث في صاحب مسلم فيقول فخرج رسول الله إلى حاجة يعني سيدنا النبي رح يعمل حاجة وإحنا في السفر بتاعنا فالصحابة رحوا وجدوا حاجة اسمها حماه حماه ده نوع من أنواع الحماه فوجدوا لها فرخين يعني لسه حمامتين صغيرين كده فالصحابة رحوا أخذوا الحمامتين الصغيرين عشان يكلوهم فسيدنا النبي لما رجع لقى الأم الحمامة عمالة يعني بتلف في فوقهم كده وبتصدر صوت فقال رسول الله من فجع هذه الأم في أفراخها يعني من اللي أذى الحمامة دي في أولادها فالصحابة قالوا ده احنا خدناهم يا سيدنا النبي تخيلي هذو الحمام صغير وسيدنا النبي دول الصحابة ناس كبار فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ردوا عليها أفراخة يعني رجعوا لها أولادها تاني سيدنا النبي بعلمهم إيه هنا ويعلمنا احنا كمان بعلمنا أن احنا لابد أن نراعي مشاعر حتى أكرمكم الله الحيوانات فأنا الأخ واخوه والأخت وأخوها أنا براعي ما بينهم بس احنا يعني حلال إذا أكلها ولا هم علشان صغيرين لا يعني مش هيسدوا جوع حد ولكن ياخدوا وقتهم أحسن في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بعلمنا الرحمة في أبها صورها بعلمني إن أنا لو خدت حاجة مش بتاعتي أنا بزعل صاحبها عليها فبيضرب للمثل بالحيوان هنا بقرب للمثل بالحمامة